بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أما بعد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني السانوي أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس والحلقات المتتابعة لتناول نواتج التعلم لمادة ومهارات اللغة العربية من خلال منصة البس المباشر والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم معكم محمد فتح عبدالهادي من إدارة الغردقة التعلمية يسعدني أن أصحابكم ساعة سويا ومعن هذه الليلة في الكتاب الإضافي وهو كتاب القصة قصة وإسلامة لأستاذنا الأديب العظيم علي أحمد باكثير البرنامج أو الحلقة من إعداد أستاذ وزميل أستاذ شحة مسعد ويقدمها لكم محمد فتحي سريعا كده الكتاب الإضافي وهو كتاب القصة قصة وإسلامة كما تعلمونا جميعا هو ليس لحفظ الأحداث يعني ليس لتناول الأحداث حفظا وتسميعا كما كان في النظام السابق ولكن ما هي إلا مسائل حياتية مواقف من الحياة نتعلمها من القصة لابد أن نقرأ القصة قراءة ليست قراءة من أجل الحفظ ولكن قراءة من أجل فهم المواقف التي يمر بها الإنسان في الحياة وتطبيق هذه المواقف في حياتنا وفي أيامنا أولا قصة وإسلامة الفصول من الفصل الأول إلى الفصل الثالث نأخذ ملخص سريع للثلاثة فصول أو لثلاثة الفصول الفصل الأول والثاني والثالث ثم بعد ذلك نأتي بالأسئلة في إدار نواتج التعلم التي قررتها وزارة التربية والتعليم الفصل الأول يتناول حوار بين السلطان جلال الدين وابن عميه الأمير ممدود وابن عميه وأيضا صهره أو نسيبه لأنه تزوج أخته حوار بين جلال الدين وابن عميه وزوج أخته الأمير ممدود ده كان طبعا العون والسند له اللي زي ما تقول كده بالبلد وقف في ظهره خلاص حول موقف من مواقف السلطان خواريز مشاه خواريز مشاه ده طبعا هو الأب الكبير إحنا لو حبينا نعمل شجرة كده في السريع للعائلة اللي قدامنا الجميلة دي أول واحد فيها خالص ده السلطان جلال إيه جلال الدين السلطان جلال الدين له من الأولاد معاك لا أنا عاسف يا متأسف سواني لحظة واحدة لحظة واحدة أولنا كده خالص هيبقى خواريز مشاه خواريز مشاه هو الأصل هو الأب الكبير أو الأب الأكبر خواريز مشاه وله من الأبناء له جلال الدين وله جيهان خاتون جيهان خاتون كلمة خاتون ده لقب معناها الهانم أو الأميرة أو خلاف ذلك جلال الدين تزوج من عائشة خاتون تزوج من عائشة خاتون وجيهان تزوجت من ابن عمها الأمير ممدود طيب نتاج هذا الزواج ما بين جلال وما بين عائشة أنجبها جلنار اللي هي جهاد اللي هيتحول اسمها بعد كده الجلنار اللي هي بطلة القصة بتاعتنا وجيهان خاتون وممدود كان نتاج هذا الزواج كان معنا الأمير محمود اللي هو يتحول لقطص بعد ذلك فيه بقى بعض الشخصيات الثانوية اللي موجودة قدامنا في القصة فيه عندنا الشيخ سلام الهندي لسه هنتطرق له تقريبا من بداية من الفصل الرابع سلام الهندي ده كان الخادم فيه معنا كمان بعض فيه سيف الدين بغراق سيف الدين بغراق ده واحد من قواد جلال الدين وكانوا مخلصين له فيه بعض الأسماء كده هنتعرض بها فيه طبعا العدو اللدود اللي هو جنكيس خان اللي هو بتاع التطار أو بتاع المغول جنكيس خان واللي بعد كده هيخلف هلاكو أو هيبقى هلاكو هو العدو اللدود بعد كده اللي مين ليه قطز فجنكيس خان كان الصراع بتاعه ما بينه ما بين الأب الأكبر اللي هو خواريز مشاه وتورس هذا الصراع إلى جلال الدين ثم بعد ذلك بعدما قضيت حياة جلال الدين وخواريز مشاه وجنكيس خان بعد كده تولى الأمر هلاكو ضد محمود عندما تولى إمارة مصر في نهاية القصة وكتب الله النصر لمحمود في موقعات عين جلوت هذه خريطة سريعة لربط الأحداث تمام طيب عندما تحرش تحرش يعني احتك بالتطار هنا في موقف مبين السلطان خواريز مشاه لما تحرش بالتطار يعني احتك بالتطار فرأى جلال الدين أن والده أخطأ جلال الدين شايف أن والده وخواريز مشاه مخطئ أنه احتك بالتطار كان طنش التطار وخلاص وريحنا دماغنا منهم أن والده أخطأ لأنه من لأنه مكن التطار بذلك من دخول البلاد وارتكاب الفظائع الوحشية ولكن ممدودا دافع عن ملكه الذي مات شهيدا الملك اللي هو الملك جنكيس خان أصدي إخواريز مشاه أنا آسف مات شهيدا في سبيل الدفاع عن دينه يبقى احنا عندنا هنا إخواريز مشاه احتك بالقطار هو كان له جيوش جرارة جيوش عظيمة شايف أنه هو المفروض يخدم دينه ويخدم دنيا يخدم دينه في الكفاح ضد عداء الله ويخدم دنيا بأنه هو راجل صاحب سلطة وصاحب قوة فأنا مفيش مشاكل لأنه أنا أوسع المملكة بتاعتي وأحارب القوم التغاء البغاء اللي هما التطار عظيم الكلام جلال الدين شاف أنه بوه غلطان إنما ممدود شاف أنه عمه بقى مش غلطان قال له لأ الرجل دا مات شهيد في سبيل الدفاع عن الدين وعن الايه وعن الدنيا وزا ما كانش هو أصلا يعمل الكلام ده مين تاني يعمل الكلام ده وبعدين يا أخ جلال الدين لو كان خواريز مشاه أصلا محتكش بتطار كان التطار هما اللي قوله لحد باب بيته فيعني معلش هو كان الأفضل إن هو يسبق حتى لو ربنا لم يكتب له التوفيق مش مشكلة التوفيق ممكن يكون لك أنت كابن له ما فيش مشكلة وأخذ يتذكران فضائع التطار ويبتيان على ما أصاب أسرتهما تطار كان قوم لا يعرفون إلا القتل والصارقة والنهب وكل همهم في الحياة هو ما هو إلا ما هو إلا الغنى فقط لغير ليس ملك ولا سلطان خاصة النساء القصر ومنهم أم خوارز مشاه أم خوارزم اللي هي جدة جلال الدين وإخواته والأمير الصغير بدر الدين ابن جلال الدين تمام؟ يعني جلال الدين له آآ آآ له جدته وله عمته وله ابنه ماكوي هو طبعا من مين من خوارزم من آآ جنكيس خان المهم ولكن الأمير مندود أخذ يستحس السلطان جلال الدين على استكمال المسيرة والده فلعل الله يجعل نهاية التطار علي يديه في الوقت الذي ابتهم فيه جلال الدين ملوك العرب والمسلمين في مصر والشام والعراق بالتخازل في نجدة ايه في نجدة والده ما أنا حضرتك برضه أنا عايز حضرتك تتذكر معي برضه في السريع ما عليش الشيء بالشيء يذكر المقدمة دي مهمة جدا اعتبر حضرتك مثلا أن دي على قد كده في الرسم ما هرسمها لك كده اعتبر ان دي خارجة مصر قدام سعادتك هيا وده ايه البحر العحمر مثلا كده ادي جزبت العرب ودي بلاد بقى ايه شرق آسيا بقى هنا التطار بقى جايين من الحتة دي اللي هي الايه التطار المنطقة ديت اللي هي منطقة الشام كانت في صراع رهيب جدا مع الاحتلال الصليبي اللي كان جايين من أوروبا يبقى الصليبيين جايين منين من أوروبا والتطار جايين منين من شرق آسيا فطبعا العرب هنا ما بين شقاي الراحة كما يقولون ما بين صراع التطار من الشرق وما بين صراع الصليبيين من الغرب فهنا الجماعة بتوع العرب اللي هما الشام مجهولين بالحروب مع الصليبيين فهم مش فضلين لجلال الدين او لخوريز مشان يبعتونه قوات تساعده ضد الايه ضد التطار فالصراحة كان ممدود منصف في الحتة دي المهم جلال الدين شاف ان ملوك العرب غلطانين بالتكازل في نجدة والده وكان يتمنى لو استطاع الانتقام منهم وقد رأى السلطان جلال الدين ضرور التحصين ما عليش لحظة واحد نرجع الوارة تاني المهم رأى جلال الدين ضرور التحصين مملكته لحظة آه رأى جلال الدين ضرور التحصين مملكته فيضطر التطار الى تركها والتوجه الى الغرب حيث ملوك المسلمين المتقعسين الا ان ممدود كان له رأي حسن في ذلك قال له انه لن يستطيع حماية بلاده اذا مكنت تطار من عكر البلاد لان التطار لن يتوجهه غربا الا بعد القضاء على ايه على ملكه يعني يا سعدة البياشة يا استاذ الفاضل الحاج جلال الدين كان شايف ان من الافضل ان انا احصل مملكتي وبالمسل البلدي كده الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح وخلصة الليلة يعني قالك انا احتك بالتطار ليه انا مليش دعوة لا اتحرش بالتطار مرة اخرى ولا احتك بيهم خليني انا كافي خيري شري في بيتي زي منا وخلصة الليلة ممدود قاله لا انت غلطان انت ما تيجي تحاربهم برا البلد افضل من الحرب داخل البلد لان انت لو كتب الله لك النصر خارج البلد بها ونعم وان لم يكتب لك النصر تجد ملجأا وتلوز اليه اللي هو بلادك لذلك يجب الخروج لملاقات التطار خارج غزنة غزنة دي كانت عاصمة المسلمين وقد اقتنع السلطان اخيرا وقاسنع على ابن عميه وقدراته وقدراته على محاجاته ومغالبته في الرأي فطبعا هنا الخلاف الرأي لا يفسد الود قضي تناقشها سويا والرأي الاصحة والرأي الايه المتفق في النهاية واتفق على الاستعداد للحرب بعد ما كان جلال الدين مكرر عدم الحرب اصبح مقتنع بمين بحوار ابن عميه ممدود وتراجع عن ذلك لما نيجي نقول لك ما خاب من استشار تعال بقى شوف نظام الاسئلة بيجي ازاي انا اللي هسألك اقول لك جوز اخت جلال الدين اسمها ايه واسمه ايه ولا مراته اسمها ايه ولا خليفك معي لا الاسئلة دي خلاص خلصة دي لا اسئلة الحفظ دي انتهت وقضي الامر الشغل كله معايا هيبقى على فهم المقروء تفهم المقروء وتعرف تطبق في حياتك العملية ما خاب من استشار هل طبق جلال الدين تلك المشورة او تلك النصيحة واخذ بها ولا لم يأخذ بها اخذ بها واستشار ابن عميه مندود في الخروج لحرب التطار او عدم الخروج واخيرا استجاب الرائمين مودود ثم توجه كل منهم الى فراشي يأتي الفصل الثاني الفصل الثاني بعد ما استعد جلال الدين للحرب استدعى منجمه ليخبره بطلعه قال له انك ستهزم التطار ويهزمونك وسيولد فقل البيت غلام سيكون له ملك عظيم اعتقد ان الجزء ده من الكصة طبعا بما انه لا يتناسب مع العقل انه جزء ايه يعني ليس له اهمية يعني يعني كان بعض الملوك كده بيهتموا بمطالعة النجم واستطلاع اخبار اللي هما المنجمين وخلافه وكان جلال الدين واحد من الناس اللي عمل حاجة زي كده فكان لكلام المنجم اثر خطير على الامير ممدود انه رغم تجذيبه لان الامير ممدود مؤمن بالله كذب المنجمون ولو صدقه فقد خطر ببالي خطر مفزع وهو انتلت زوجته زكرا لان الزوجتان كل منهما حامل اللي هي عائشة ختون وجهان ختون وتلت زوجة السلطان انسة طبعا هنا مشكلة خلي بالك جلال الدين ميت له ولد اسمه بدر الدين اسمه ايه بدر الدين ده كان وريس الملك مش مات بقى اسر يعني اثره وقتله اه خوارز اه بتاع جنكيس خيان جميل مما قد يدفع السلطان جلال الدين الى قتل الطفل حتى لا ينتقل الملك لا ابن اخته ممكن الغيرة تكون عند جلال الدين شديدة جدا وياخذ في قتل الطفل اللي هو ابن اخته اه بدلا من ان يارس العرش طالما انه لم يلد ولدا او لم ينجب ولدا وانجب ايه انسة المهم وتحقق ما كان يخشام ممدود فانجبت زوجته وانجبت زوجة السلطان عند اذن شعر السلطان بالضيق ولما قام السلطان بزيارة اخته اخذ ممدود يبعد عن السلطان تلك اللي اهم ويذكر له ان ابنه الامير بدر الدين هو الذي سيرس الملك من ايه من بعده الفصل التاني لا يتحدث الا عن الحوار يعني ولادة الايه هذه الام وتلك الام الاخرى وهذه انجبت بنتا وتلك انجبت ولدا ام زوجة جلال الدين انجبت بنت وزوجة ممدود اللي هي اخت جلال انجبت الايه الولد المهم ما عليك من الجزء اللي عدد من الاحداث لن تسأل فيه اصلا وجاءت انباء بتحرك التطار فاسرع اليهم خلاص بقى تعالى خش بقى في الجاد جاءت الانباء بتحرك التطار فاسرع اليهم وقاتلهم وهزمهم في هاراء جميل جدا حل يبقى لما اخذ بنصيحة ممدود ربنا كتب له النصر هاو هل بقى لك عاصمة المسلمين ايه غزنة عاصمة المسلمين ايه غزنة تحرك بقواته وهزمهم في هاراء جميل جدا المدينة غرب افغانستان وتعقبهم حتى اجلاهم عن بلاد كثيرة ولكنه حزن لاصابة ممدود جميل صح كده يعني هنا ما ليجي نقول لك تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نجحنا وفزنا وكسبنا وانتصرنا وكل حاجة ولكن عاد المخلص الامين مصابا ادت هذه الاصابة للأسف الى وفاته والى موته فقام السلطان بعدما بكاه بكاءا حرا بحفظ الجميل ورب محمود بعدما كان عنده غيرة من محمود اللي هو لان ممكن محمود دي هو وريس الملك بعد ذلك لأ رباه وحفظ الجميل مع ابنته جهاد تربية حني امام هذه الانتصارات بتاعت جلال الدين المتتابعة بعث جنكيس خان جنكيس خان اللي هو قائد التطار جيش هنسمى جيش الانتقام حتى اسم الجيش باين عليه من شخصيته جنكيس خان رجل شرير رجل لا يسير على الحق فسمى جيشه جيش الانتقام بقيادة احد ابنائه لكن جلال الدين هزمه جميل جدا اده الجوني التاني زي ما بيقولوا بفضل شجاعة اميره سيف الدين ايه او سيف الدين بغراك خد بالك من الشخصيات بقى يبقى عندنا جلال الدين والامير ممدود ولاد عم واصدقاء وزي الفل بس ممدود الله يرحمه بقى توفى الله بقى معنا مين سيف الدين بغراك لكن الطمع وحب الغناء امتسبب في انفراط عقد الجيش فانقسم الجيش على نفسه ما هي القصة جات هنا ازاي كان الجيش تقريبا تعداده ستين الف ستين الف عظيم كان سيف الدين بغراك لوحده معه تقريبا نص الجيش تلاتين الف جندي بعد ما خلصت المعركة والدنيا تمام ومية مية بدأ يطمع في الغنائم بقى بفكرنا بموقف غزوة احد عن مسلمين مسلمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعدم ترك الاماكن الا بعد انتهاء المعركة تماما ولكن عندما فرر الكفار نزل المسلمون سريعا وراء الغنائم فكتبت الهزيمة للاه للمسلمين ليس معنا انهم معهم نبي الله صلى الله عليه وسلم معنا ذلك انهم معصومين من الخطأ لا النبي هو المعصوم من الخطأ ولكنهم اخطأوا بعدم السماع للنصيحة المهم تقدم لملاقات جلال الدين الذي لم يستطع السمود جيش جنكيس خان واجه جيش جلال الدين او نص الجيش بقى لان النص التاني انفصل ففر بمن معه ليعبر نهر السند لكن النساء اسراته قد غرقنا موقف ده غريب جدا جلال الدين قبل ان يعبر النهر يعني حوصر جلال الدين ما بين نهر السند وما بين جيوش جنكيس خان من خلفه فماذا يفعل جلال الدين لابد ان يكفز في النهر هل النساء تستطيع العوم وان استطاعت النساء العوم هل يستطيعنا ان يكمن لا طبعا فقام جلال الدين باغراقهن بنفسه حتى لا يقعن في الزل مرة ايه اخرى يعني ما اقولك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هل طبق جلال الدين ذلك طبق جلال الدين ذلك لانه اسرت له جدته وعمته قبل ذلك فلم يرد ان يحدث ذلك مع نسائه مرة اخرى فامر باغراق النساء وسرعان ما تناس احزانه وظل ومن معه يغالب الامواج حتى عبر نهر السند واستقر مقامه مع من نجا في لاهور يبا احنا معانا اول حاجة غزنة وبعد غزنة معانا هرى الاتنين دولي كانوا تابعنا وتحت ادينا وكسبنا فيهم التطار ولكن توالت الهزائم بعد ذلك هرب جلال الدين الى نهر السند وعبر الناحية الاخرى وتمركز فيه لاهور واخر يستعيد ذكرياته القليمة طبعا وعاش تتملكه رغبة شديدة في الانتقام من التطار الصراحة انا ارقف بهذا الشخص لأ وفي حاجة كمان حضرتك مشو اخذ بالك منها لما امر باغراق النساء امر باغراق الاطفال مع النساء ولكن الاطفال لم يغرق او الطفلان لم يغرق بقى الطفلان الطفلين لم يغرق اللي هي جهاد ومحمود جميل صعبة على والدتين محمود وجهاد هالك الصهي بقى خلي بالك في الفصل التالت ان يرى يا الطفلين يغرقان او لسبحان فسلمتا هما الاتنين الطفلين للخادم الامين سلام الهندي ركز معايا انا معايا جنكيس خان لعنه الله جميل ومعايا خوارز مشاء رحمه الله مات معايا مين بقى دلوقتي جلال الدين المعركة دلوقتي دايرة بين الاتنين مين المنتصر دلوقتي العبرة بالخواتيم اي نعم جلال الدين انتصر بدل المرة مرتين مرة انتصر في سهل مرو ومات فيها ممدود ومرة انتصر فهراء بفضل سيف الدين بغراك بعد فضل الله عز وجل بس العبرة بالخواتيم دلوقتي اللي كسبان مين جنكيس خان جلال الدين دلوقتي تخيل انه يحيى في الحياة بمفردي لم يتخيل ان محمود وجهد لا زال على قيد الحياة ايوة فسلمت الطفلين الخادم الامين سلام الهندي وكانت لم تتمكن من اخبار السلطان فالبس هم الشيخ ملابس العام ايوة التخفي وراء ملابس العام وصفات العام تحميك من المخاطر استدل على ذلك من خلال قراءتك للقصة خلي بالك انا عمال اركز شديدا على الاسئلة التي تأتي مخاطبة للعقل وليس للحفظ ماشي ملابس العام وصار بهم الى الشاطئ بعدما عبر مهم اقار بصين حتى وصل الى قريته لاهور انا عايز اركز شوية قريبة من لاهور انا كان عندي غزن عاصمة المسلمين وبعديها هراء الموكان اللي احنا انتصرنا فيه دلوقتي احنا فيه دلوقتي لاهور لاهور دي الناحية التانية من نهار السن وكانت قرية سلامة قريبة من لاهور عاش معهما بعدما اخبر سكان القرية انه تبناهما تبناهما يعني اصبحوا ابناء ايه يعني او ابناءه ولكن سرعان او لكن سلوكهما جعل الناس يظلون انهما من سلالة الملوك يعني عندما اقول لك الطبع يغلب التطبع ركز الطبع يغلب التطبع هما طبعهم ايه ملوك حاولوا ان يتطبعوا كأنهما من العم ولكن لا يستطيع ان يصمد كثيرا امام هذا التمثيل لم يستطيع التمثيل طويلة يعني انهم من العم مما دفعه الى اخبار بعض اقاربه وطلب كتمان الحقيقة حتى لا يصاب الطفلا بسوء كل هم الشيخ سلام الهنت قال لا يعلم جنكيس خان شيئا عنهم او عنهم حدث ان اقبل جنود السلطان لغزو القرية لان السلطان جليل الدين بعد معبر نهر السند عمل لنفسه مملكة جديدة في منطقة لهور وبدأ يوسع المملكة بتاعته وياخذ الكرة المجورة ويفرض عليها الدرائب لدرجة ان الكرة بدأت تدائي منه تاني تقول لك يا ريتك كنت موت يا اخي احسن جنكيس كان احسن منك المهم في الوقت الذي كان الشيخ قد عزم على الخروج لتسليم الطفلاي من السلطان فاوقف الشيخ البنود وطلب منهم اخبار السلطان الذي حضره وطرى فرحا بالخبر يعني سلام الهند لما علم ان رجال السلطان جلال الدين على ابواب القرية خرج للقائهم واخبرهم بان ابناء السلطان معه وطلب حضور السلطان بنفسه فعلا كان اللقاء مؤثر جدا وعفى السلطان عن القرية والشيخ سلام بالوقت جلال الدين بعدما فقد الامل عاد اليه الامل مرة اخرى فقد الامل وشعر انه يعني كالفرع الذي قطع من الشجرة لا ابن ولا ولد ولا عم ولا زوجة ولا اخت ولا اب ولا اي شيء في الحياة سرعان ما دبت الحياة مرضا اخرى والقرى المجاورة وتبشر الايه الاهلون ذلك وعادت البسمة الى السلطان وانتعش الامل لديه في استعادة الملك والانتقام من التطال لورس ملكي لمحمود وجهاد مصدقا لنبوءة المنجم انا اعترض على ذلك واستوح السلطان من هذا اللقاء بعض العزوات اللي تعلمها كحقارة الدنيا هنا صح بقى صح دي اللي احنا نقوله بقى هنا من الدروس المستفادة من قصة واقص ما ان الملك الدائم لله عز وجل وان الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضة هل ادرك السلطان جلال الدين ذلك في وقت من الاوقات نعم ادرك تماما بعدما كتب له البقاء على ظهر الحياة وعبر نهر السند ونظر حوله لم يجد احدا من اهله فاستشعر حقارة الدنيا وغرورها والتكالب عليها مع كذب امالها الخدع عاشى الاميران محمود وجهاد الطفلين الصغيرين في صرور وبدأ محمود يتدرب على الفروسية طبيعي جدا راجل مولود في معامع الحروب اصلا جميل وقد اصيب هو هو في قتال خيالي مع الاعداء اللي هو الاشجار وكان دايما يتخيل انه بيحارب التطرب اللي هما قاتلوا ابوه يعني واخذ يرميها بالسهام ويضربها بسيفه ويركب بفروسية حتى عاد يقع في جرف الشديد في اصلا السيرون الشخصيات يا جماعة انا قلت معايا مين جنكيز خان وده لازل موجود على قيد الحياة معايا مين خوارزم شا ده مات معايا مين معايا جلال الدين داعيش معايا مين معايا ممدود ده مات الله يرحمه معايا الشيخ سلامة لسه موجود على قيد الحياة معايا سيرون بقى خلي بالك فيه اربعة هنا بقى ما بيصيبوش بعض فيه مربع كده ما بيصيبوش بعض معايا عمك سلامة هنا ده الخادم وسيرون ده السائس السيرون السائس والمدرب يعني بالبلد كده البوديجارد يعني معانا الطفل اللي هو محمود ومعانا الطفلة اللي هي مين جهاد الاربعة دولي ما بيصيبوش بعض في اي لحظة بقى الخادم بتاعهم موجود وقائم على شؤونهم من الدنيوية وسيرون ده الحارس بتاعهم وهم الطفلين مع بعض على طول المهم اصيبه في رأسها اسعافه الطبيب ونصحه بعدم المجزافة بحياته وفي الصباح اسرعت اليه جهاد وقدمت له بقى من الازهار برأة الاطفال بقى بمناسبة السلامة ورمها السلطان الى صادره وحضنها ووالى اخره نأتي سريعا ونعرك سريعا على التدريبات وطريقة التدريبات طبقا لانواتك التعلم لعام واحد وعشرين اتنين وعشرين ابناءنا طلاب الصف الثاني ارجو التركيز كثيرا في فرع القصة فرع القصة يقرأ للاستفادة من الدروس الحياتية قال السلطان جلال الدين ذات ليلة للامير ممدود ابن عميه وزوجه اخته وكان يلعبه الشطران غفر الله لابي وسامحه احنا خلاص المقدمة اللي عدت دي كلها عرفتك يعني ايه ثلاث فصول في عجالة سريعة جدا جميل وما كان اغناءه عن التحرش بهذه القبائل الاحتكاك بها يعني ركز معي وصف القبائل التتارية بالقبائل المتوحشة هل ده دليل على القوة ما فيه انسان قوة محترم ايه المشكلة يعني هل ده دليل على الشجاعة تم برضو فيه شجاعه محترم هل دليل على الظلم ولا الهمجية الهمجية اللي هي الحرب بالهدف انما الظلم الحرب بهدف فعلا هتبقى الظلم لان هما كان كل هدفهم الصرقة والنهب جميل خير الاجابة الصحيحة ولا ظل بيننا وبينهم السد المنيع لو احنا ما حربناش التطار لبقيت تائها في الجبال ولا ظل بيننا وبينهم سد منيع ركز ما كان لقاب اذا لبقيت كذا ايبا العلاقة يا جماعة تفصيل نتيجة توضيح تعليل هه هه هتبقى نتيجة جميل رائعة اللي بعد لما جاء اقارن اعمل مقارنة ما بين اراء ممدود واراء جلال الدين انت برأيك كده مين فيهم اكثر عقلا وتريسا في الحكم هل ممدود متعص وجلال الدين عقلاني ولا جلال الدين عقلاني وممدود متعصب تمام ولا ممدود عقلاني وجلال الدين عاطفي ولا كلا هما متحيص ده رأيه انا شايف ان جلال الدين طبعا كان عاطفي كاره ملوك المسلمون مساعده شابه الملوك المسلمين قصدي مساعده شابه الكلام ده انما ممدود كان عقلاني اللي هما كانوا بيحربوا الصليبيين والحرب مع الصليبيين انت بنظرك اشد ركز كده معي الصليبيين اشد ولا مع التطار اشد سامع صوت واحد في وداني بيقول للتطار اشد مصطر محمد لان هما اكثر هماجية وظلم هما اكثر ايه هماجية ايه انا معاك حضراك في دين انت بتقول بس هما بيحربوا من اجل السرقة بس انما انت عارف الصليبيين بيحربوا سرقة اده واحد يعني كده يعني يعتبر متعدلين هما والتطار والحطة التانية كاذب عقائدي يعني هما بيدعوا بعقيدة بطلة ان هما ينشروا المسيحية والصليب وخلا وهم كان كل هدفهم السرق وليست التبشير لو كانت التبشير اهلا بهم على العين وعلى الرأس تمام ولكن هي ايه كانت من اجل الصرقة والنهب اللي بعد ان ملوك المسلمين والامراء في مصر والشام مجهولون برد غارات الصليبيين الذين لا يقلون عن التطار خطرا ما احنا قل فلاهم وحشية التطار وهمجياتهم دي اللي انا لسه بقول ويزيدوا عليهم بالتعصب الديني الزميم وهم لا يغزون اطراف بلاد الاسلام لكنهم يغزونها في صميمها لعكر درها يا جماعة كانت بلاد الشام دي قلب العرب انما شرق اسيا دي كانت اطراف العرب فمعلش يا عم جلال الدين انت الحرب معك اسهل بكتير من الحرب مع الصليبيين دفاع ممدود عن امراء المسلمين يعتبر رأي اسل لمعنى كلمة رأي دوت ان هذا الرأي يرد هذا الرأي يرد هناك من يكذبه ولا هي حقيقة فعلا ده كلام صحيح صادق ولا الدعاء كاذب يعني ولا واقع ولا اكيد طبعا حقيقة هتبقى حقيقة السؤال التالي مراد في كلمة تعصبهم رد عليك بص تكبر ولا التحمس ولا التحبط ولا التمافر ها هتبقى ايه ايه طبعا هنا هتبقى هي معنى التعصب هي الافضل نقول التشدد اللي هي التحمس يعني التشدد ده افضل حال والمراضف خلاص مش هيك مقابل الزميم المحمود لان المزموم المحمود ولا عليك من اللغويات اللي بعد استاذ كده تمام لما نيجي نقول ان ملوك المسلمين والامراء في مصر والشام انا اسف اسف ها دفاع ممدود عن امراء المسلمين في الشام يعتبر موضوعية ليه موضوعية لان هو الراجل عقلاني وبيدفع عنهم لان هو شايف ان الناس في ظروف اصعب بكتير من ظروف الامير يا ولاد الامير ممدود عظيم عظيم ليت الامر ينتهي عند وجود عند جوده بنفسه يعني عند تبرعه بنفسه اذا لبكينا ملكا عظيما عز علينا فراقه نبتكلم على اخوار ازم شاد واحتسبناه عند الله والدا كريما المنا فقده ولكن لمصيبته زيولا لا احسبها تنتهي ايه بقى الديول بتاعة المصيبة اكيد اسر النساء حتى تجري دماء المسلمين انهارا وتشتعل سائر البلاد نارا مقابل كلمة عز زلة ولا قربة ولا سهلة ولا زادة خلي بالك اختار الاجابة الاضق والاصح هتبقى ايه ها هتبقى سهلة لان عز هنا مش جام للمجد عز علينا الفراق يعني صعب الفراق يعني كده نقول لك سهل الفراق مش زلة ليه الفراق طب حتى تجري دماء المسلمين انهارا تعبير يحب كسرة الشهداء ولا تشتت الابناء ولا ضعف الابناء ولا انهيار الامة يعني هو الحق بتاعنا دوت اللي هو اسر النساء لن يرد الا اذا سالت الدماء انهارا اكيد الاختيار الاول هو اللي صح كسرة الايه الشهداء عظيم جدا وكأن الله شاء يعاقب جلال الدين على ما انزل ببلاد المسلمين من الخسف والضمار وارتكب في اهلال ابرياء من العظائم واتى ما يأتيه التطار من قتل الرجال وسبي النساء واسترقاق الاطفال تمام طيب تخير الاجابة ما انزل ببلاد المسلمين من الخسف والضمار تعبير يحب القوة ولا الطغيان ولا الشجاعة ولا الجرآ هتختار يا حفظتك وليه ليه ركز 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 عارف هتبقى ايه الطغيان لماذا القوة ليست عيبا والشجاعة ليست عيبا والجرآ ليست عيبا ولكن من العار ان تكون طاغيا ظالما هذا والاختيار الصحيح سؤال التالي رأى جلال الدين ان لا فائلة او الا فائلة من حجاجه يعني يعني معارضته وشعر بشيء من الحجل لما بدى منه من الارتياب بطفل صغير نظرته لابن اخته عندما رزقها الله بالولد ورزقه هو بالانسة لزنب له حتى اعتبته عين اخته او اخته انه فساء لسه والدة ذلك الايتاب الحاني المستعطف ها الذي كان افعل في نفسه من وقع السهام يعني هو كان اصعب من وقع السهام نظرة عين اخته له كانت اشد من السهام افعل في نفسه المرد هنا قوة التأثير ولا سرعة التأثير ولا نتيجة التأثير ام عنف التأثير اكيد طبعا قوة التأثير عظيم ابناء بناتي السؤال التالي وهكذا قدر الله له ان يعيش وحيدا في هذه الدنيا لا اهل له فيها ولا ولد فكأنما بقي حيا ليتجرع غصص الالم والحصرة بعدهم وما هذه الرقعة الصغيرة التي ملكها بالهند الا سجن نفيا اليه بعد زوال ملكه مين يفكرني كانت اسمها ايه ها كانت اسمها يا جماعة لهور ايوة 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 صح كده اسمها ايه لهور مملكة لهور هي في الهند بعد نهر السند لما عد النهر نعميل احنا النهر كان قدامنا هو كده بالزبط كده جه جلال الدين كده بيفر الى النهر وكان وراءه جيوش من جيوش جانكس خان امر باغراق النسوة في النهر وعبر الناحية الاخرى من النهر بقى هنا في منطقة ايه منطقة لهور اللي هي قريبة من مسكن اصلا او مسكة رأس سلام الهند ولمن يعيش بعده هو معلش بعد ما الاولاد راحوا والدنيا راحتوا بتاع وهكذا هيعيش لمن جاوب انت كده هتبتك احنا عايزين اجابة للسؤال ده لمن يعيش هتقول انت بص كده هتقول لا احد لا احد يبقى استفهام غرض ايه النافع انا بقول مفيش الاجابة مفيش الاجابة لا احد يبقى اجابة السؤال قد تصل من خلالها الى الغرض من السؤال طيب قرر جلال الدين قتال المسلمين قبل التطار عظيم طيب لانهم رفضوا نجداته وتأييده في جهاده بصد خطر التطار يعني لم يأخذ بنصحة ممدود في المرة الثانية عن بلاد الاسلام جميعا اختر الاجابة الصالحة يمكن وصف تصرف جلال الدين بانه صواب لان رفض الامراء لان رفض الامراء خطئ يعني هو على صواب ولا جلال الدين اخطأ لقتال اخوان المسلمين ولا خطأ لانه يعتبر تعديا على حقوق الحياة وحريت الرأي ولا صواب لان الامراء على خطأ في رأيهم انت رأي حضرتك ايه واستنجد بهم ولم ينجدوهم اكيد الاجابة انه خطأ لانها يعتبر تعديا على الحقوق طب ايه المشكلة ان انا اخد الاجابة رقم بقى ده جلال الدين اخطأ لقتال اخوان المسلمين طب افرد من اخوان المسلمين اصلا مخطئين ها ماشي فانبغت احدهم على الاخرى في الاية القرآنية بتقول لنا كده فقاتل التي تبغي حتى تفي اقل امر الله ما عنديش مشكلة ان انا اقاتل المخطئ المخطئ لا بد ان يقاتل حتى يزعين للمصيب انما الخطأ هنا انه اتعدى على حقوق الغير وحرية الراع شوف بقى الاختيارات بممكن تخلي حضرتك في توها احنا هنا بقى انسى بقى كلمة اختر الصواب دي معلزنا حضرتك انا عايزك تنساها خالص اختر الصواب لا اختر الاصواب الاصواب الاصح ايه وهكذا ستكون طريقة الاختبار واستعدادا للسنوات العامة في السنة القادمة ان شاء الله احياكم الله جميعا وبشركم بذلك هذه هي طريقة الاسئلة نعم ولم يعد جلال الدين يشعر بما كان يشعر به من قبل من الغضاض والخوف من ان ينقطع الملك اللي هو الاحساس بتاعه عندما رزق بالبنت ورزق اخته بالولد جميل ان ينقطع الملك عن الولد وينتقل الى ولد ممدود ابن ممدود وامه فقد اصبح يعتبر محمودا كابنه بل ربما كان اعز عليه واحب اليه من ابنه لما كان يمتاز به الامير الصغير يعني هناك مؤهلات لممدود او لمحمود اقصد جعلت جلال الدين يحبه حبا شديدا او يحبه حبا شديدا اكثر من ايه من ابناء نفهم من كلمة الغضادة يعني غضادة حقد والقلق والقلم والعين اقولك ايه بما كان يشعر به من قبل من الغضادة والخوف الحقد والخوف لا اكيد الايه العيب والخوف العيب والايه والخوف طب المراد بتوكل الزهن الزهن مشتعل توقف دي جا من الوقود جميل هل حسن التصرف ولا سرعة الفهم ام عمق الفكرة ام سلامة الايه الرأي اكيد هتبقى سرعة الفهم ولم تمضي الا برهة قصيرة او برهة متأسف فاعل ولم تمضي الا برهة قصيرة لم ادت نافي وإلا ادت السلسنة مهملة سلوب ناكس من في تمضي من اللي تمضي البرهة بل برهة فاعل قصيرة حتى انتهت الى اهل القرى المجاورة لمدينة لاهور انباء السلطان جلال الدين وفراره من بلاد الهند ومطارد الجانكيس خان له حتى اضطر الى خوض النهر مع عسكره بعد ان اغرق حريمه ليه جيهان خاتون تذكر با معايا الاسماء بقى جيهان خاتون دي اخته ليه ام ام جهاد وعائشة خاتون ليه زوجته عائشة خاتون يعني لا اريده زكيا يقولوا لي جيهان خاتون وعائشة خاتون اخوات ازاي اخوات يعني ويتجوزوا اخ واحد ما ينفعش طبعا طبعا خاتون دي لقب لقب يعني اميرة يعني اغرق جلال الدين حريمة بيتين خيفة ان يقعن سبايا في ايد التطر حتى يتفرغ لفتح البلد وكل اللي عايز تفرغ لعمل ما يقضي على باقي الاسرة يعني ولا لانه ايقن بغرق الطفلين جهاده محمود اصلا هو الامر بغرق ايه جهاده محمود ولا لهجوم التطر عليه طبعا اكيد خفية ان يقعن سبايا في ايد الايه التطر موقف جلال الدين من مولد اخته لطفل وتتابع الاحداث بعدها طفل ذكر يعني ولد المقولة التي تعبر عن ذلك اختر المقولة تنطبق على حب الاخيرة عن الدنيا هو 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 طبعا ايه لم يفرح بميلادي بنت له وولد لاخته خلاص تمام هل ده بيدل على حب الاخيرة على الدنيا اكيد لا حب الخير للاخرين لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع لا احد يتمنى لك الخير جميل على فكرة السؤال ده صور رائع صور رائع تاني 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 كده جلال الدين جلال الدين عندما رزقت ببنت غم وعندما رزقت اخته بولد غم كان يتمنى الولد له من ظهره حتى يعيش الملك ويتمنى البنت لاخته المهم ان يرزق هو بالولد ولكنه لم يستطع اصلا ان يحافظ على ملكه هو فكيف له ان يحافظ على ملك غيره يبقى فعلا لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع لان هذا الطفل الذي شعرت نحوه بغضادة هذا الطفل الذي استطاع بعد ذلك ان يهزم التطار في اعظم المعارك الحربية ض التطار وهنا ينزغ الشيطان بين قوات جلال الدين فيختلفون على اقتصام الغنائم فيغضب من جراء ذلك سيف الدين بغراق قلتلك حضرتك ديك وينفرد بثلاثين الفا من خيرة الجنود وتوسل الاله جلال الدين ان يرجع الى عسكري فلم يقبل وذهب غاضبا وصار معه ثلاثون الفا وفضعف المسلمون من جراء المخزة ضمن تجنب نزغات الشيطان ولا الفرقة مهلكة تؤدي الى الفشل ولا الطمع مهلكة ولا الحذر لا ينفع القضر اكتر درس انت تعلمتم من حتة دي ايه احنا اختلفنا وقسمنا الغنايم هوب دا نقاسم دا ودا نقاسم هنا والاخر اتغلبنا يبقى طبعا الفرقة مهلكة تؤدي الى الفشل طب ليه مش الطمع مهلكة الخطأ هنا ما كانش في الطمع الطمع كان يداوى ولكن الخطأ الاكبر هنا بالايه دا الفرقة طبعا وهنا ينزغ الشيطان نفس المقولة جاء في السيرة النبوية ان الرسول صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين في غزوة احد قال لا يتركوا اماكنهم على جبل احد حتى وان انتصر المسلمون ركز النبي نصح قبل المعركة جلال الدين لم ينصح قبل المعركة على الكفار الا بعد اذن الرسول العلاقة بين الموقفين توافق في علاقة توافق بين الاتنين لان كلا الفكرتين امر بعدم ترك المكان جلال الدين ما طلبش كده اصلا اختلاف حيث الرسول مصح مسبقا وجلال الدين لم ينصح ولا تكامل حيث النتيجة مختلفة طب ازاي تكامل والنتيجة مختلفة هل توافق من حيث نتيجة معركة الهزيمة هي فعلا النتيجة كانت في النهاية واحدة النتيجة كانت في النهاية واحدة عشان كده التوافق وان ايه الهزيمة ادرك احد خواص الرجال رجال السلطان الخطر نسيت ان اخبركم عندما كان يعبر جلال الدين نهر السند انقطع صوته فاعتبر بعض الجنود ان السلطان قد بات فهذا يدبه طبعا سليل اليأس في قلوب العابرين وفي قلوب الجنود فذلك قد يضرف من عزمة الجنود التي تعبر النهر التي تعبر النهر او الذين يعبرون النهر ولكن اخذ احد الرجال يقل صوت جلال الدين ويحدوهم يعني يدفعهم كما كان جلال الدين يفعل لان لا يستيقص البكون فكان لعمله هذا اثر جميل في النفوس اذا انتعشت الارواح واستقنافوا الصبر والجهاد ورجع من عزم منهم الى الاستسلام للموت عن عزم وبقوا حتى بلغ الصابقون منهم الضفة قبل منتصف الليل يعني ايه دب الامل فيهم مرة اخرى ما المقولة التي تتطفق مع المعنى الصابق وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة مطلب ايه اللي هم عايزين المواقف تتبدل احيانا لا يمكن ان ينتصر الجيش بلا قائد التحفيز الدائم يغير المواقف دي فعلا هي الواقع فعلا التحفيز باستمرار بيغير الواقع على الابدل كان الشيخ سلامة قد اوصى الصبيعين الا يتفوها بما يدل معزرة على انهما من بيت السلطان جلال الدين وافهما هما الاثنين ان صاحب القارب قد يسلمهما الى التطار يعني قال للطفلين ان يكتوم خبرهما على جميع الناس علاقة فقد فهم ما اراد تعليل ولا نتيجة ولا استدراك ولا تكامل هي فين اصلا تعلم الخوف كذا مش هادة كذا 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 هي فين اصلا ايوة هما قال لهم بلاش تتكلموا ففهم ما اراد طبعا بين ان هي ايه نتيجة عظيم قال الشيخ سلامة الصبيين انتما ملوك واقدر بكم ان تصبر صبر الملوك اجمد لان انت الحاجات اللي انت بتمر بيها بتنم على انك لازم تكون انسان صبور هذه العبارة تعني ان الحكم على المرء ينبغي ان يكون من خلال النسب والحسب يعني هما اصحاب النسب والحسب بس هما اللي بتحكم عن المواقف بلعاتهم ولا الاقوال والشعرات بق وخلاص لسان وخلاص ولا هي افعال ومواقف ولا سلطان وملك داينا جدا ان الحكم طبعا لازم يكون على افعالك لا اقوالك فقط ماشي لابد ان يتطابق القول مع الفعل سعدت بكم كثيرا ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي